وفي الذكرى السادسة لتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني وسمو أمير البلاد قائدا للعمل الإنساني أكد عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية أهمية المناسبة لجهة العلاقة المميزة بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة كما لفت المتحدثون إلى أثر هذا التكريم الذي رسخ مكانة الكويت بل وعزز مكانتها المرموقة في المحافل الدولية الكويت تتصدر المشهد الإنساني في العالم إنها الذكرى السادسة للتكريم العالمي من قبل الأمم المتحدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتسميته قائدا للعمل الإنساني والكويت مركزا للإنسانية في العالم في مشهد يجسد صورة كويت الخير الشيخ صباح الأحمد هو شيخ الدبلوماسيين في العالم حاليا ويعرف تماما أهمية ودور أن تكون بلد إنساني وأنت بلد صغير ثري وفي منطقة ملتهبة دائما ولا تخلو من أخطار ومخاطر كبيرة أن تكون مركزا للعمل الإنساني دولة مثل الكويت هذا داعم كبير لدبلوماسيتها وأن يكون أميرها قائدا للعمل الإنساني فهذا أيضا داعم كبير لهذا البلد تتويج الشيخ صباح والكويت بهذا اللقب جاء نتاج هذا النجاح الدبلوماسي الطويل الكويت كانت مركز العمل الإنساني والشيخ صباح كان قائد للعمل الإنساني وجاءت هذه الجائزة أو هذا اللقب ليثبت حقيقة قائمة إنجاز مستحق وفريد من نوعه رسخ مكانة الكويت عاليا في أعرق المحافل الدولية وجاء ليتوج المسيرة الطويلة للعمل الإنساني والخيري هكذا عبر رؤساء تحرير الصحف المحلية عن وصفهم لهذه المناسبة بأن الكويت تقطف اليوم ثمار ما زرعته من عمل الإنساني حافل وصلت عطاءاته إلى كل الأرجاء صاحب السمو فعلاً اللي اختار قائد العمل الإنساني كان وضع الاختيار في المكان الصحيح لشخص يعمل للعمل الإنساني صاحب السمو تبنى أي عمل الإنساني سواء من خلاله شخصياً أو من خلال توجيه المؤسسات الكويتية للعمل في هذا المكان أو التوجه لهذا المكان فكان صاحب السمو فعلاً نصير العمل الإنساني صاحب السمو استطاع أن يدخل قلوب كل الناس الموجودين في هذا الحمل من خلال هذه الأعمال نقيث كل شخص بحاجة إلى المساعدة بغض النظر عن الاعتبارات السياسية والاعتبارات الدينية والمذهبية الكويتيون يحتفون بكل فخر واعتزاز ورفعة بالذكرة السادسة لتكريم سمو أعمير البلاد قائداً للعمل الإنساني والكويت مركز للعالم على هذا الصعيد في مشهد يؤكد نجاحها هذه المسيرة التي امتدت أيديها البيضاء لتحتضن شعوب الأرض كل بلغته فعد التركي تلفزيون دولة الكويت